الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى الحمد لله الذي لم يزل علي الحمد لله الذي لم يزل في عناه زني قطرة من بحر جوده تملأ الأرض بارية ونظرة من عين عقفه تصير الكافر وليا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أهل الحبشة الكرام يا أهل الحبشة الكرام يا أهل الحبشة الكرام أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وما أحوجنا إلى السلام ونحن في أرض السلام فالسلام عليكم ورحمة الله باسمي باسمي جئتكم من بلد مليون ونصف المليون من الشهداء جئتكم من أرض الجزائر جئتكم ممثلاً عن جميع إخواني الطيوف من المبلكة المغربية العامرة ومن بلد المليون حافظ ليبيا ومن مصر الكريمة ومن سنطنة عمان ومن اليمن السعيد ومن كل بقاع الدنيا جاءوا إلى هذه الأرض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للعصبة المؤمنة إنزلوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد نزلنا إلى المطار يعلم الله لما نزلنا إلى مطار الحبشة تذكرت العصبة المؤمنة من الصحابة الكرام من دن نورين عثمان وزوجه رقية رقية بنت محمد نزلت عندكم يا الله الحبشة جعفر الطيار ابن عم رسول الله نزل عندكم أبو موسى الأشعري نزل عندكم هؤلاء جميعا خرجوا من مكة يحملون أرواحهم على أكفهم هاربين بدينهم لم يستطع أحد من العرب أن يؤويهم قال لهم النبي إنزلوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد نزل إخوانكم إلى أرض الحبشة ولحقتهم العصابة الكافرة تريد أن ترجعهم أذلاء إلى مكة جاءوا إلى النجاشي جاءوا إلى النجاشي جاءوا إلى النجاشي وساوموه ساوموه في دينه وفي معتقده وفي المسيح عليه السلام الذي كان يؤمن به آل ذلك ساوموه في كل شيء من أن يرجع أذلاء صغرين لكن النجاشي زعينكم وأبوكم وجدكم لا يقبل رشوة أبدا لا يقبل الرشوة أبدا لا يقبل الرشوة أبدا ولا يقبل أن ينازع في مماطئه فقال لهم يا أهل مكة والله لو أعطيتوني من أهده الأرض ذهبا على أن أسلمكم هذه العصابة المؤمنة والله ما فعلت ثم قال لهم ثم قال لهم يا جعفر ويا عثمان ويا من جئتم عيشوا في أرضي بسلام عيشوا في أرضي بسلام عيشوا في أرضي بسلام أثيوبيا الحبشة هي أرض سلام وما ينبغي إلا أن تكون أرض سلام أثيوبيا مهما حاول أعداؤها أن يصرع الفتنة بين المسلمين والمسلمين وبين المسيحيين والمسيحيين وبين المسلمين والمسيحيين فلن يستطيعوا أبدا ولن يكون لهم ذلك سيدي سيدي الدكتور أبي أحمد ألف تحية لك ألف تحية لك ألف ألف تحية لك ألف مليون تحية لك سيدي أنت حينما فتحت الباب أمام هؤلاء الجماهير من الرساء والرجال أنت حينما فتحت الباب لأول مرة في تاريخ إثيوبيا إنما فعلت ذلك ساجية وطبيعة منك وكأنك تتمندل قول جدك النجاشي عيشوا في أرضي بسلام عيشوا في أرضي بسلام عيشوا في أرضي بسلام إثيوبيا تعرفون بلد من؟ بلد من؟ بلد بلال الحبشي الذي صعد الكعبة ولم يكن لأحد أن يصعد الكعبة وظهر الكعبة ليؤذن في حضرة الحبيب إلا بلالكم إلا بلالكم هل تعلمون يا أهل الحبشة أن لكم واجبا تكبير تكبير الله أكبر تكبير إلا لكم اسمعوني لقد كان لكم واشب نحو رسول الله وقد أديتموه أتعلمون ما هو؟ أتعلمون ما هو؟ أم أيمن أم أيمن أم أيمن أم أيمن أم أيمن ماتت آمنة رضي الله عنها وتركت حمدا لأم أيمن أم أيمن حاضنة محمد رسول الله أم أيمن حاضنة محمد رسول الله كان صلى الله عليه وسلم وهو كبير وهي كبيرة إذا قدمت إليه قام لها قام لها أم أيمن قام لها أيها السادة ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة هاجر الصحابة إلى المدينة فكانت المدينة أرض الهجرة وكنتم أنتم أرض الهجرتين أنتم أرض الهجرتين كنتم ولم يكن هذا لأحد غيركم أقول لكم شيئا آخر كان النبي نائما وكانت وكانت امرأة حبشية سمرا تقوم المسجد وتنظفه ماتت هذه المرأة ودفنها الصحابة الكرام دون أن يعلم النبي سأل عنها رسول الله أين التي كانت تقوم المسجد فقاموا ماتت يا رسول الله وأين هي دفناها يا رسول الله فقام النبي فسعا وذهب إلى المقبرة وصلى عليها عند قبلها ولم يكن ذلك لأحد أبدا 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 الله أكبر ولله الحمد وقد ورد في القرآن الكريم وقد ورد في القرآن الكريم من نغتكم ما استحسنه العرب ثم نزل به القرآن قرآن عربي مبين بلسان عربي مبين لكن نزل ببعض ما استحسنه العرب من اللغات الأخرى منها قول الله عز وجل من يذكرني يقول الله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته كفلين هي لغتكم كحسب جهنم حسب هذا اللفظ هو من لغتكم إن ناشئة الليل هي إن ناشئة الليل ناشئة هي لغتكم يؤمنون بالجبت الجبت هم من لغتكم الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بارك الله فيكم وكثر من أمتالكم وأسأل الله تعالى أن يحمي إفريقيا بكم والسلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر